أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفراء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراق مستقيم وكذلك جعلناكم قمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي نادى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرار وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله ذرافل عن ما يعملون ولينا سيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولين اتبعت أهواءهم من بعد ما داءك من العلم إن كيدا من الظالمين الذين آسيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافر عن ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلوا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والتوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا عجود إلا الذين كانوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولا هم الزرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف النيل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحياد الأرض بعد موتها فأحياد الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دار أحياد الأرض وتصريف النياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحفونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس خلوب منا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطات إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفعشاء وأن تقولوا على الغاجة لا تعلمون وإذا كيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا من نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يحقنون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعف بما لا يسمع إلا دعاءا ونداءا ثمهم بكم أميهم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم بيتة والدم حرم ولعم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأفلون في بطونهم إلا النار ولا يسلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد ليس الذر أن تولوه وقبل المشرق والمغرب ولكن الذر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي الدين وآت المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والنوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والغرب بالغرب والكنسى بالكنسى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكن في القصاص خيات رياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا خضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيلة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع الوداك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يحقيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقات فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكفروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعا تكتاع إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم إن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشوهن وامتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أجموا الصيام إلى الليل ولا تباسروا هن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حبود الله فلا تقرموها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس زياده وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الضر أن تأتوا الضوء من ظهورها ولكن من الضر من اتقى واكتوا الضوء من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحف المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشجت من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جذاب الكافرين فإن انتهوا فإن الله رفو رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون ستنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إن فيما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهدكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة من الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحقوا ربوسكم حتى يلعب الهدي مع الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففليت من صيامه أو صدقة أو نتق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك بمن لم يكن أهله قاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رغف ولا فتوق ولا ندالة في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاج التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وانفروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أجيبوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله رفور وحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشجت ذكرا فمن الناس من يطير ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآفرة من خلاق ومنهم من يطير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة وقنا على أبا النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وانكروا الله في أيام مع الدات فمن تعدل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشروا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهدك الخوف والنسل والله لا يحفح الفساد وإذا قيل له اتق الله أكدته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الجهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتداء مرات الله والله رغوث بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعله أن الله عزيز حكيم هل ينمرون إلا أن يتيهم الله وإلى الله ترجع الأمور سيد بني إسرائيل لجم آتيناهم من آية بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين من الذين كفروا الحياة الدنيا ويشقرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يردق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين روتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الخط بإذنه والله يهدي من يشاء إلى أسراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسل الله ألا إن نصر الله قريب يسعدونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو طؤه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كثير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرثوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيرث وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالقون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرضون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والبيس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقون قل العقل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المفلح ولو شاء الله لأعلككم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبهم مؤمن خير من جم مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آيات للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تطربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من خيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله حربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله رسول رحيم وإن حزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة طروق ولا يحي لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والإرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم أقلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تحتجوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم والمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيراً فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترى جعائل وما أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سلحهن بمعروف ولا تنسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعركم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوائدات يرضعن أولادهن حولين كاملاً لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا موجود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فإن أراد أفصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليهم إذا سلمتم ما هاتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون مصير والذين يتوفون منكم ويذرون أبواجاً يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم إن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعيهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عرضة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفربوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فربتم لهن فريضة فنص ما فربتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير عافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقولوا لله خالقين فإن كفتوا فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لن تكون تعلموا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن من معروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقدون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديالهم وهم قلوف حذر الموت فقال لهم الله توثوا ثم أحياهم إن الله لك فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيع عليم من ذا الذي يقرب الله خرباً خسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى المليء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له اضعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد عصلكم قالوا تملكاً قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك بالهولم تسعة من المال قال إن الله اشطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسد والله مكتي ملكه من يشاء والله واسع العليم وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحوره الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصر قالت بالجنود قال إن الله مبتليكم بناهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من يذكر فغفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أن الولاق الله كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجانت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وتذبت أقدامنا أنصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله فضل على العالمين تلك آيات الله نتروها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم